موسيقى يلعب عبدالله السعيد ولا ناصر ماهر ماشي بس هو فمطش الاهل هيلعب الناس دي انت عايز ان ده كان يبقى مفيد لو هم هيلعبوا كان يبقى استفادة اني لازم يلعبوا مطش النهاردة ولو مش كده يعملوا بكرة مطش تجريبي يطبقوا هم سفرين بكرة ليه بكرة الاتنين تم هيلعبوا العصر ايه المشكلة لو يسفروا بالليل او يوم التلاتة الصبح عادي بس لازم يلعب بالشكل اللي هيلعب بيه في مطش الاهل عشان اللعيبة تقدر تحفظ لما يروح هناك يعمل التمارين يبقى عمل مطش ثم التمارين فاللعيبة تبدأ تحفظ يعني بس يشكله ما بعملش الكلام ده ولا هيعمل الكلام ده يعني انت شايف ان هو مش مفيد النهاردة اه مش مفيد مش مفيد عشان عبدالله وعشان ناصر ماهر اه بس كان النهاردة لو كان لعب كان فيه لعيبة ممكن يلعبوا يستفيد بهم يعمل ده بيلاعب لعيبة في المطش الجاي بيلاعب لعيبة ونجي المطش اللي بعدين ما نشوفها يعني لعب سيد نمار المطش اللي هو كان بتاع بوسليم وكان مكسر الدنيا وكان ملعب اه اه متيابة متيابة صح ولعبش كبالة لعب ناس وكانت ماشي كويس اوي جينا المطش اللي بعدين ما لانهمش صح والله ولط جي جي طب محمد شحاتة مثلا اللي انت مفروض تبني عليه دلوقتي تبني عليه انتوا جايبينه ديفندر وبتقوله قولته فيه موويل والكلام ده مش مش شايفينه ليه من بعد مطش الاسماعيل هو الراجل خايف يلعب والاحسنينزي ياخد الانذار التاني ويتوقف مم ce والله لازم يديله الثقة وده انا بقول انه هو صفقة هيقعد الاتنين اللي هم دونجا ووروقة ده لو لعب هيقعد الاتنين هيقعد صغير بيضغط كرته حلوة بيروح عالجون بيشوت وبيدفع كويس وبيهاجم كويس طب انت عايز ايه تاني عايز ايه تاني يعني الباص اللي عمله الهدف صراحة بتاع الدخلية ماشي والدينالو ما هو اتطور هو هو ده مش تطوير يا كابتن يعني كورة سروب الشكل ده ده مش تطوير في اداؤه انت دائما كنت تقول لي ايه بيلعب الورا الرجل سبق ده كورة الوحيدة للعب الكورة الوحيدة للعب بسخة عشان بس طيب كورة وحيدة بس جود الفرقة اصلا بتلعب في التمنتاشر وقدامي التمنتاشر مفيش حد بيهاجمه لما عدوا قابل نص الملعب عشان يهاجمه الراجل كانوا كوبر لا اسمع بس لا امال لا استنى بس يا حبيبي لا انا اصدق ايه ان انت لو الفرقة التانية بتهاجمك كنت هتشوف بلون تلتلة كنت هتشوف بس فرقة نازلة وده ده وضع طبيعي لا مش وضع طبيعي ده الامكانيات بتاعتهم فرقة اخر الدوري والله ما فيش فرقة بتلعب الزمالك ده بات مقفلة كده زي الداخلية بس اهلي وزمالك لعيب كورة يعني انا من وجهة نظري لو هياخد مصطفى فتحي في الحتة دي سيبك محمد صراح بس الفترة اللي جاية دي المنتخب ها هنروح للمنتخب هنتكلم فيها دي ده انا بقولك على ده لعيب عنده شخصية لعيب بيعرف يجيب جون بيعمل جون ولعيب هو مصدر القلق الفرقة بتبقى بتدافع وكورة بتتلعب له بيعمل كده بيعمل كده وبيعمل سواء يجيب جون او يعمل جون فانا بقى بقى لفت وجهة نظر ان فيه لعيبة زي دي كتير في مصر بس عايزة نظرة او فورس وبقول لكابتن حسام انت دلوقتي عمالين نقولك كابتن حسام كابتن حسام فمفروض في اختياراتك سيبك بقى من الطقم القديم او الحرس القديم زي ما بيقوله يعمل منتخب عشان كلنا نقف فراق ونقول صح انما ما تجيب ليش الناس اللي هي شفناها الفترة اللي فات يعني انت مثلا احنا لسه امروك بس انت تكملها للزمالك الحقيقة في النقط اللي كنا بنتكلم بنتكلم على محمد شحات محمد شحات او دونجة وانت خطب تقول لي دونجة يعني في الماتش اللي فات الباص ده مش يعني ما يدلش على فترة امر جابر اللي نجحه في التحرك والاسلام اقول لك حاجة اه ده سروزة يا سروزة ده عبدالله الزمان طب والله العظيم والله زي ما بقول لك كده السروخة انت تلاقيه بدامك انت وجود لا يا حبيبي ده عمر لمس ازاي عشان يواجه الجون ازاي عشان يحطها ازاي بحينا برضو الاستلام لا هو كويس بالنسبة له كويس ودي حاجة مفاجئة وانفاجئنا ولو عمل كده مرة واتنين وثلاثة يعمق الترخير وبس يمتد لوقتي اساسيات الديفندر ايه قول لي اساسياته ايه رقم واحد ايه يقطع هو ما بيقطع عشر رقم اتنين التسليم والتسلم بتاعه لازم يبقى ايه على اعلى مستوى ده ما بيمسي الكورة يعملها كده ويمشي ما فيش حد بيعمل كده في الكورة وده لازم الناس في المنتخب كابتن حسام وكابتن ابراهيم وطريق سليمان والناس دي يبصوا بعد ما بيبصي الكورة بيمشي ما فيش في الكورة كده ده انت مفروض ديفندر ان انت اللي بتروح تقرب لكل واحد بالزاد في الاربعة او الاتنين اللي قدامه بيقرب لكل واحد عشان هو اللي هيفوك الكلام بتاع اللغراتنات والخطط الدفاعية والكلام ده هو اللي يسهلك المأمورية دي لما بيقرب لا ده بيمسي الكورة ومجاعة عميلها كده يعني خلاص انا عملت الللي ويمشي عادي ما تجيبوا يا جدعان هاتولنا ماتش وجود تفرجوا عن ايه فانت لو خدتوا امال بقى محمد غنام ده بتاع في هوتشير بيعمل ايه ده بيشوت من نص الملعب ده ادي الفرص للناس اللي هي الجديدة بقى اللي هي تعمل لك شكل جديد هرجع لزمالك عشان احنا بذلكنا مع زمالك ما قبل مورات القمة كابتن بعد كده هنوح لكابتن حسام حسن والقايمة اللي اخترى للمحترفين اقول لك على حاجة انا بيجبني فاروق عندهم اه بين سيف فاروق روقة روقة وانسيف فاروق ده لو ليه بجنب محمد شحاتة هيقفلوا الحتة دي هيقفلوها لانك طب جميز مسمن طب من وجهة نظرك على على دونجة دي غير لما يحس انه هو كويس ده انا ده انا وبعدين ده مش مش جميز بس ده قابله كمان مدير فن القابل ما انا معرفش مدربين دولة تشغالين ازاي ما بيشوفوش الكلام ده ولا ايه شو ممكن انت اللي غلطة كابتن انا اللي غلط طبع لما لما الكرة بتتقطع من نادي الزمالك هو بيبقى فيه ام قل لي ام انت مفروض انا بقولك مش يمكن بس انا في الاخر بعد كده بلاقي ان كلامك صح عليك بص بص يا فاروق ام يعني انا مثلا لعبت جنب اسماعين يوسف الاول جاء اسماعين يوسف في حتة نص الملعب والكابتن محمد حلم ماشي دولة تلعبوا دفندرات ام كان في المنتخب كان فيه مجدى عبدالغاني وطبعا اسماعين يوسف ام واخد بالك ام جي بعد كده تامير دونجا اللي هوة تامير عبدالغاني واخد بالك جي بعد كده حسام عشور الناس دي كلها الميزة بتاعتها وطبعا حسن عبدالربه في المنتخب ومحمد شاوه في المنتخب احنا مش عايزين يعني نغفل فيه مجموع انا كنت اخترت انت خمسة كتن اى الناس دي الناس دي بقى يا فاروق كان بتعمل ايه اول مكورة تقطع من فرقة سواء الاهلي او الزمالك او منتخب مصر ايه اللي بيحصل الناس دي هي اللي بتبقى في المقدمة وبتروح ايها اللي تقطع واخد بالك انما دونجا ما بيعملش الكلام ده دونجا بيستنك لغات متيجي وبعد كده لما كورة تقطع بقى من اي حد هو بقى عايز يبان ويقول لك هنا ويقول لك هنا ويقول ما ينفعش انت المفروض انا بقول لك شفت اديتك كم واحد اول ما كورة تقطع هما اللي بيروحوا ويقابلوا ويتبصت ليه عايز مش عايز ان الفرقة تعد نص ملعبها يعني برايح نفسه كمان خلي بالك دي ما بعملش الكلام ده ودي رقم واحد في المهام بتاعه اللي هي الاساسية رقم اتنين التسليم والتسلم انت عارف لو عمل الكورة بعيدة عنه ثلاثة متر بتبقى مقطوعة يعمى بيد للراجل كورة ان يجبس الراجل للكورة رحاله طيب مش الزمالة الجنزر عبدالله السعيد للبعد يقول لك عبدالله هيبقى قوش حلو على ناتي الزمالة والله يبص الدغوط اللي هتبقى على عبدالله في مطورة سياسي هتبقى عادية ولا خلاص عبدالله خبراتة كابتن لا اهو خبرات طبعا انا كنادي الزمالة وراجل بقى عايز اكسب المباراتي ملعبش عبدالله من البداية ملعبوش من البداية لازم لانك انت عندك في النادي الاه Lei يلعبه بتلاتة فندرات سواء بقت السلية ومروان عطية امام عشور او كريم ندفد او يعني لو واحد مكان واحد بس هيلعب بتلاتة فندرات في المطش ده مش هلعب افشل ولو كوكا سريم هيلعب هو ومسلا وامام عشور ومروان فانت التلاتة دولة لازم تقابلهم باتنين شباب شوف بقى انا بقولك اهو اتنين شباب يبوزولك لعب بفرقة النادي الاهلي اللي هو تتمثل في مين ده مفروض تقول مين زيعمل كده بتقول اه سيف فاروق عفر ومحمد شحاد مش خبرات بالنسبة المطش زي ده كابتن خبرات ايه واحد مثلا وجنب واحد شباب لا 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 اللي اتنين دولة يجروا انت عايز تجاري تسعين دي برضو مش جاري كابتن الكورة برضو مش جاري ما فيه بقى قدامه من ناصر ماهر هو اللي يمسي الكورة هو اللي تحقق ما هو ده بقى دي اللي تبقى المفاجأة بتشايف ان ناصر ماهر والشكل ده دي اكبر مفاجأة طبعا اولا 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 اللي اتنين دولة هيجروا يبوزولك اللعب وفي نفس لقته كوروتهم مش وحشة لما يقف عن كورة هيسلم صح قدامه من ناصر ماهر ناصر ماهر ده هو يبقى فرس الرهام واخد بالك عبدالله ممكن لو الزمال الكاسبان او ان هو في احتياج له الشوط التاني ينزل عبدالله ويبقى الاتنين ناصر ماهر ويحط صيف وراهم يا ام محمد شحاك على حسب ده تكتب مباراة دي المفاجأة اللعيبة دي ممكن تبقى هيا دي انا بقول لك ام دولة اللي يشلوا فرقة ناس الزمال ده لو حصل يعني لو ماهر مش هيحسل طبعا بس انا هيلعب المسلوسي فكرك مختلف كتا عن الراجل اه طبعا ولازم يعودوا معاه يقروه يقولوله ما تعملش الكلام بتاع الهابل بتاع المطشاط اللي فات انت وانا من وجهة ناظرة عايز تلعب المسلوسي لعبه بكرايد مش سيد نمار؟ انت دايما بتطلب بسيد نمار بكرايد مش هلعب سيد نمار مش هحطه في السكور اصلا لو خده مش هحطه في السكور انما لو لو عايز يوقف الجبهة هالشي مال بتاع تنز النادي الاهلي يلعب سيد نمار اكتر مشكلة في نازل زمالك في ماتشو زي ده فينا كبتن فأني منطقة في نازل زمان في الاتنين اللي ورا والاتنين اللي في القلب في نصف مين يحلعب ايه يعني كبتن؟ لو لعب المسلوسي هو احسان عدم مجيه تبق كارسة والاتنين لو لعبوا تبق ايه؟ كارسة عايز تلاعب انت المسلوسي اللي عيبه عالطرف ولعب اتنين ورا مين اللي ممكن يا كبتن من وجهة نظرك يلعب محمود علاء يلعب الزناري يلعب المهم حد يكون في الحتة دي حافز اكتر من من المسلوسي من المسلوسي هيقولك الناس هتقولك لا ده اصل المسلوسي نقصنا مش عارف في ماتش وفي حجوم النادي الاهلي شايفه برضو لو لعب مودست ما تقلقش الاتنين خلاص هيتعلق ايه بس المشكلة اعتماد الاهلي مش عارف مودست اعتماد الاهلي على الاتراح ما هو بص خطورة الالف اتنين حسين الشحات وبرس تاو ويجي من ورا علي معلومة دي قوة النادي الاهلي قوة النادي الاهلي لو انت حطيت سيد نمار مع عزيزه ناحة اليمين علي معلوم مش هيطلع يبقى انت كده قفلت جابه واخد بالك تلاعب بقى عمر جابر على حسين الشحات واحمد فطوح على بيرس تاو ام ام ماتش ده كابتن بالنسبة لامام عشود بيمثله ايه من وجهة نظرك زي ما بيمثل عبدالله ونصر ما اه اللي هنا هنا اول مباراة وهيقابل نديل قديم فبيبقى سواء لعب قبل كده لعب الاخوامة قبل كده مين؟ امام فيه كان فين ماتش الاخير تقريبا كابتن لعب فين ده اول مرة هيلعب ده اول مرة هيلعب ده اول مرة اول ماتش ده هيلعب امتى يا ابا انت تحلم صحينا بس كابترن هقول لك كامل امتى امتى اول ماتش هيلعبه ده مع الزمالك انا بفتكلم هو لعب مع الزمالك اه? ايوة ماشي لاب مع القلق ضد الزمالك اللعب مع القلق ضد الزمالك بس اه انما هو طبعا لعب مع الزمالك واجب جون وبتاع و تفاكر اول ماتش لك يا كابترن مع الاهط كان ايه? كان جانيس بيد خسرته ها design او عادي بانت بتبقى ابناء الزماني. ماشي اوكي بس. عادي. وشك كان حلو. اه طبعا وشك كان حلو. مش عارف مين انت دايما كنت دايما تقول على مين لما راح مش عارف الاهلي او الزمانيك وش وحش على الفريق. كنت بتقول على مين. وانت عارف. اه اه. طب ما انت خسرت. بس هقولك على حق. ما انت خسرت اوه في المحط. ايوه ماشي خسرت الزماني. طب انت خسرت البتولتين دولارت هنا. لا بس انت الماتش بعده كمان خسرت من الزمالك. فايا كان انت وانت في. بس خدنا الدول. فايا كان انت. ماما ماتشين وارباعدة كانت الرضاعدة كان موجود فيهم. ايوه. جوهانيسبرج اول ماتش القمة بالنسبل. وماتش الدوري بتاع محمد صابري وامانويل. اه. وقت بالك. محدش قال لك بقى انت وشك وحش. انت بتلعب الزمالك يا ابا. طيب معه. وانت بتلعب جمهوريت شبين ولا بتلعب بطلع كديش ولا بتلعب بس ويس. اه. انت بتلعب الزمالك وكان ساعتها اقوى منك. اه. يعني في التوقيت ده كان اقوى منك. اه. انا لما جيت بس قوتك جماهيريا. اه. وقت بالك. انما الطريقة اللي كنا بنلعب بها كان في الوقت ده لسه جديدة على كل اللعيبة اللي هو هارس ساعتها. اه. اربعة اربعة اتنين دي كان الجديدة على اله. اه. ان محدش يلعب بليبرو والكلام الفاضي ده كان الجديدة يعني. احنا بتعودين ان كان بنلعب اشف اسم وراك كمان. اه. طب دلق. اه. كان الجديدة بالنسبة لها. بس. اعزب. و بعدين انت بتخسر. انت بتخسر من النادي الزمالك اللي هو كان اقوى منك في الوقت ده. مش عادي كانت. لا مش عادي. كانت ساعتها اقوى من النادي الاهلي. مش عادي. يعني انت انت بص الماتشاد دي. الماتشاد دي. لا يا حبيب. انت بقى اقول اوش يوحش. لو احنا مسلا خسرنا زي طلع الجيش مسلا لما كسب مننا السوبر. اه. يبقى انا وشي واحش. لما ايجي انت حد العاصمة اللي هي جاية بالده. لا انا بكلمك بجد. اه. انما هتقولي الزمالك ووشك واح. ده طبيعي. اه. طبيعي ان انت تخسر اهلي. ماتشاد اهلي والزمالك. شو مقصود انا مقصود يعني ان. لا انت كان ده المقصود. بس انا افحمتك. اه. 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 الزمالك يابني فرقة كانت ساعتها في الوقت ده فرقة. السؤال انت اقولت حاجة جامدة جدا ان انت بتكلمني ده وقت. اه. اه. ان قبل الكلام ده وقت كان فيه اربع لعبة من العيار التقيل كانوا ميشي. اه. وكان الجماهير بدأ اياه. الجماهير النادي الالي بدأت ان هي تزعل من الادارة وتزعل عشان. فانت صفقة جماهير ايه. ايوة تكتاهر اما صفقة ايه. لأ فنية كمان. انا بقولك انت اللي كنا حقيق اه. بس بس اه اه. هما كانوا الجماهير يعني ازعلان ان الكابتن طاهر ميشي. كابتن علاء مايوب. العلاء مايوب ده كان بيلعب زمانيك في الفترة من الخرات الوحد. طبع oh. مرة طبع كبير. بغد بلك. فكان معاك كابتن محمود صالح والكابتن ربيع يسيد. طبعا اربع من الاعيار التييين. كابتن طاير كمان كان. بانا بقولك كابتن طاير والكابتن علاء والكابتن ربيع. وكابتن اه محمود صالح. اه. ا4 من الاعيار التييين وهمشيين. اللي لمي الجماهير دي تاني هي الصابة. رضى بعد. واللي اضطرك حضر الاساس لغاد دلوقتي يرد عبدالعال اللي الجمهور دلوقتي مش حاجة. ايه حجر اساس لايه? انك تاخد تمانية دورة واربعة. سبعة. خمسة. سبعة لأ سبعة. واقف دلك? انه سبعة دور. فانت حطيت حجر اساس اتحطيت ايه ايه? خلاص. هتوعد الفترة اللي جادي بتاخد دورة وانت حطيت رجل على رجل. السلام عليك يا كبت. ما ده للأسف ان انتم ما بتعترفوش بالكلام ده. لا احراب نتر انا معترف. انت 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 انما الناس التانية والمواقع والليجان طبعا شباب بيس صغير مش عارف اه كابترد عبدالعال. بس هو لازم برضو يبحث. طبعا احنا بنعرفه برو. يا شباب احنا حطيت انا حطيت حجر الاساس في النادل قال ان هو يمشي كده زي اتسابي. بس مش انت الوحدة. في اه فريق بحالة وفي مدرب وفي اقدارة. واستقرار. انا اختلفتش معاك. او اساسة كبيرة. بس هما كانوا ساعتها تمانين في اه عشرين في وانا تمانين في المائي. تمانين في المائية? انا ايه ده? يا ايه الكلام. حلو الكلام ده. حلو الكلام ده قوي. حسامو ابراهيم كانو جايين من سويسرا. صح? ماشي. بس قبل السنة بتاعت اللي انا اروح في الاهلي. مم. واخد بالك وكان شو بير وكان قسامو عربي ولي ولي. واخدت منوك الدوري. ماشي. مباردو انت فايق جوائز. اجديد بقى ان رضعب عالجالكو. حطولكو الاساس امشي بقى. بس. لا مش راحت بعيد ما انا بقول لك اهو. حسامو ابراهيم جابوهم السنة اللي قبل ما ناجي اه. واخدت بالحضرتك. وما خدتوش دوري. اه. كانوا لسه بيسخنوا برضا. طب انا مالي بقى مش انتوا جايبينوا عشان ياخدوا دوري. انت بمبورا جاد برضا وزي جنب البنبوني الحلو اللي موجود. ماشي انا كملت بقى ايه قفلنا. يا سلام عليك. العلبة. واللي ممكن مين تشوفه ممكن نبقى نجمل لقاء بالنسبة النادي الاهلي في المطشي دي جاي. نجمل الاهلي في المطشي ده. اللي يعمل. لا اهلي ولا زمالك خلي بالك بص. اليوم ده بيبقى اهم حاجة اهم حاجة فيه ان اللعيب يبقى مركز. مم. حالته البدنية والنفسية والزهنية تبقى عالية. والتوفيق بتاع ربنا. مم. هما الاتنين دول. توفيق ربنا الاول. وبعد كده. مم. حالة اللعيب في اليوم ده. فيه لعيبة كابتن بتستنى مطشي زي ده. مم خلاص. تفتكر انه في الاهلي مستنى مطش زي. لا لا الكلام ده ايامنا. ماشي بس ايام ايام ايامنا نويمت. ايام كورة بيحلم برضو. لا لا لا. والجماهي ده مم بيقدموش كورة. والله ما بيقدمو كورة. مم. والله خلاص بقت هي كل بقى اه ده خايف من هنا وده خايف من هنا. بس اللي اقدر اقولك عليه ان لعيبة الاهلي في المطشي دي هتجز. بنسبة سبعين في المية. مم. شوفهم وحشين بقالهم فترة ما بيقدموش كورة والكلام ده. المطشي ده بيبقى مختلفية. مم. ولعيبة الزمالك ايه اللي بتديهم الجز ده. مم. او او الفرصة دي. مم. زمالك ممكن يهاجم ويفتح خطوطه كبتن في المطش ده. ايه? يفتح خطوطه. فحلة واحدة. مم. لو ده خلفي جهور. مم. الراجل ده زاكن ده ان هو يقفل من البداية على. لا لازم يقفل. هو بص. مم. ام. هو مش لازم ان انا 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 لأ ان انا ابقى المساحات قريبة مبعدة يا فاروق. مم. بحيس ان انا ايه? لانك انت دلوقتي الاهلي بادي يفوق. بادي يفوق. افريكا كسبانها وقت بالك. والدوري كسبان مط. انت وقت بالك. مم. فاللعيبة الزمالك بقى هي اللي هتدي الفرصة للعيبة الاهلي. يجزه. ياما الجز مش هيفده. مم. ده يتوقف على لعيبة الزمالك. مم. ومدى خفهم ومدى تركيزهم ومدى حالتهم. مم. في اليوم ده. مم. لو 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 التركيز بتاعهم مع الجز بتاعهم اقل من لعيبة الاهلي. قول يا رحمن يا رحيم. نتيجة صعبة. اه طبعا. مم. هتكر. لو الاهلي هدف في الاول هيكر. والزمالك لو هدف في الاول هيكر. مم. خلي بقس بص. مطشرة الاهلي والزمالك دي ملهاش مكياس. مم. كنت فرقة مثلا ان طعم بالربع ساعة. ما بتعديش نص ملعب. ده كان زمان ولا دلوقتي? لا زمان. مم. دلوقتي الامور ده ما قايف. قايف دلوقتي ملعبوش كورة بس انت تحس ان هما. تقدر تتوقع يعني. بص تحس ان هما ما بلعبوش اللي هي ما تشاطر قمة. مم. وقيت بالك. لاني برضو لعيبة كتير ومحترفة كتير والكلام ده ومدربيه. انت وقيت بالك. انما وبردو كان الجماهير بتعمل شغل. هتلاقي جماهير بقى المطش ده كمان. لأ انت عارف لو المطش ده كان هنا وفيه جماهير. يبقى مورات انما لما كان بيخش هنا الف من هنا وخمسة من هنا. هذا. طبعا. طبعا. ولا اللي طعم. اه 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 حراسة ملما نزم ايكبت. عاوت طبعا. عمالة التدوير. لا التدوير دي في المطش ده لأ. اه اه. خلي بالك اه اه هو اه صبح المطش دفت لا حد مات كرة اللي جاتلو طلعها كويزا. اه. عشان في نص الجول. فانت المطش دي جاة هتلاقي بيرستاو وهتلاقي حسين الشحاءت وهتلاقي نفس والسولية وهتلاقي يا معربة لو بيلعب أي حد علي معلول دا علي معلول جاب الجنف في النص المرعب من صفحة وقيد بالك انت في الناحية التانية مش هتلاقي اللذيزه ومصطفى شلبي لو بدأ شكاله اللي لقى نص الماد لقى لقى انا بكلمك اللي هيحطه على الجول دا صنع العيب دا اللي يلعبه من نص الماد ناصر منسي. ناصر منسي. بس المهم انه توصل لهم الكورة. ما وصل لهم ش الكورة يبقى هيبقى المطش صعب. طيب. هطلع الفاصل يا كابتن وهارجع عايز اتكلم برضو على حرص مرمن الاهلي في مطش القمة وده يعتبر اول مطش القمة المصافر شبير. ممكن بالنسبة لي يكون عامل ازاي? اخد رأيك في السؤال ده بعد الفاصل. واتكلم بقى بعد كده كمان كانت حسام حسن اختياراته للقايمة الخاصة للمحترفين منها نجمنة كبير محمد صلاح. في نفس الوقت طبعا ان ليفر بول بعد جواب بيرجو ان الاتحاد المصر ما ياخدش صلاح عشان هطلع الفاصل. هتكلم طبعا يا كابتن ريد عبدالعال عن تفاصيل كتير خاصة طبعا بصلاح. نطلع الفاصل كمان مع حضراتكم. طيب هنكمل مع حضراتكم الكابتن ريد عبدالعال. اه شوبير اول قمة ليه كابتن بعد اه ممكن رجوع او وجوده مع النادي الاهلي في اه حراس المرمى. ماتش زي ده بتشوف اه ده يعني ضغوط عليه برضو ولا الامور بالنسبة له شوبير بقى خبرات خلاص في الماتشات الصعبة. خصوص انه وليها ابنها افراقي قبل كده ايه. لا تطلق. مم. مع شوبير. تلات ماتشات اللي فاته اخيرا يعني واخر ماتش تحديدا. مم. صدد انفراد بعد ما الديفنس بتاع النادي الاهلي الراجل قلبه يمين وشمال. ماتش يانج. اه. اه. كرة صعبة. وهو طلع في التوقيت المناسب وقفل الجون وصد اه انفراد لو دخل كانت. كانت الشمال دي تقريبا. اه. ما الراجل عمل كده وكده ما تعرفش في ثانية بقى رأس الديفنس كله. مم. وراحل شوبير. مم. فلو شوبير مش مركز ما مش هيصد بالكرة دي. مم. فاعتقد ان هو ماشي كويس الفترة اللي فاتت دي. مم. والمباراة دي هتفرق بقى. يروح منتخب مصر واتفكر كمان ان انت تلعب. لو عمل مباراة كبيرة. مم. وفضل محافظة على شباك ونضيفة. اه. شوبير لو راح منتخب مصر يلعب اساسي كابتن. في التوقيت ده طبعا يلعب. مم. لأ بس هو على حسب بقى. مم انت مين. ما هو فيه بسام. مم. مش بسام رايح هو محمد عواد. لسه القايمة هتتقالي انك ات. ماشي لو دولت ما راحوش يبقى هو. ابو جبل مايروحش. على حسب. اه. اه. وخلي بقى لك الجنل اللي دخل في ابو جبل ده. مم. الراجل اسمه سعيد سمبوريدا. 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 مم. يعم انت تدوس على وتمشي. انت بتشط لي وتقلش وتخلي الكرة تمشي كده. وطبعا. لأ ما تقوليش اه 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 شفت الكرة قالش ازاي. وراحة فين. وخلي بالك. ماشي يا كابتن. بس اه. ابو جبل صداها. ابو جبل صداها. انا مش بتكلم على الصدا. ماشي. اعمال ايه. انا بتكلم على نزولها من فوق يا كابتن. يا عمي ما كرة اصل. وعملية الحركة هو نفسها. ما كرة اصل راحة كده والهوة عمالي وديها. اه 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 انا بستخدم ايدي مش بستخدم رجل. ما ايوم هيبعيد عنه ما هو راح كده وراحك كده. اه. انت ما شفتش الهدف كويس بقى. شفته طبعا. انا كانت شفت بقى. ورجعت الرجل حطها بدماغه صداها. اه. يعني صداها. اه. طب ما النهاردة الجنين بتوقع الاتحاد وبتوقع الا اه امبي. اه. ما الجنين اه هم دوا عمل الكرة كده والتاني عمل الكرة كده. هاتو ده عمل اه التو والتاني عمل التو. اه. واخد بالك. اه. لا بس الكرة بقى دي مختلفة كمان ايه. ان هي في الهوة الهوة عمالي يوديها ويجيبها. ولما نزلت الراجل حطها بدماغه هو صداها. راحت للراجل اه ام جاي حطيتها في الجود. اه. ما اخد بالك. فده ده ما يقللش انه هو لو فيه منتخب ينضم منتخب. يعني انت مثلا شبير? خلي بالك ابو جبل. لو انت. اه. لو ابو جبل موجود وبالسام موجود. وعواد موجود. انا لو مدرب منتخب مصر هدى بو جبل. لان الوحيد اللي عنده. ما تلعبش شبير بعد الفترة. لأ. ده انا بقى انا ما اجيبت لكش شبير. اه. انا بكلمك دلوقتي على ايه لو التلاتة دول موجودين انا هدى بو جبل. تمام. لان اعلى خبرات وعد تعليمات شاط افريقية اللي هي في البطولة اللي قابل اللي فاتت. ماشي. اصعب من كده بكتير. يعني لو كابتن رضا موجود اه مع كابتن حسام حسن ينصحوا بان ياخد مين من الحراس المرمى. ما هم التلاتة دول معهم شبير. شبير. اه. وابو جبل. بسام. ايوة. ومن تاني. واه اي حد بقى. عواد انت هو اللي عواد. مع مع. شبير عباس سام ابو جبل عواد. اباس. اه. اللي يلعب فيهم اساسي. ابو جبل. ابو جبل. مش شبير. لا ابو جبل واحتياطي بعواد. وبعد كده تلعب شبير وبعد كده تلعب بس. بسامه وشبير. خلي شبير اخر واحد. اه. فده في الدورة اللي جاية دي. اه. انما زعل اوي بقى لو خد احمد الشناوي. يبقى انت ايه الجديد اللي بتعمله. يبقى احنا ماشينا واحد. عشان بياخد ناس مجاملة وبتتحطر الكشفات. انت برضو عن محسامتي يجي. لأ ولس طبعا ما حدش اعلم. لأ ما انا بقول لك اهو. ما انا بقول لك اهو. يعني امبارح مسلا اتفرقت انت عن مطش الجنين اللي دخلوا في ال. في رميز. اه طبعا. اه. يعني انت تاخده بونان على ايه. اه. يعني اتاخده بونان على ايه. اه. بصراحة انا ادله شبير وما ادلوهش. اه. لو انا مدير فني. اه. وانت بتقول لي ده. لا اه. انت ليه بتقول ان شبير مسلا ما ياخدش من البداية كاساسي كابتن مع المنتخب. عشان ما ما تقديش عليه. ايه. انت احمد ربنا انه انضم. مش مهم الخبرات. ماشي. ماشي. انا مش عايزه الدبح. اه. خلي بالك. اه انت لو دخل في جون هيقول لك ده واخده عشان ابوه. ده. كلنا شايفين. يا بس معني بس. لجل النبي او انت انت شايف وانا شايف. فيه ناس تاني ما بتشوف. لا فيه ناس بعد كده ما بتقول لك انا مش شايفة. لكن هما شايفين كويس. ماشي. بس. بس. يستنولوا على غلطة. لا لا. يستنولوا على غلطة. ولو غلطة هيقول لك بقى ابو شبير وابو خايف ان احسام حسن. اني ما يخدوش عشان ان هو هيقلب عليه في. انت فاهمني? هنخش بقى في قصة تانية بقى اللي هي بتاعة الحواديث والدهليس والكلام ده. انما احنا انا بكلمك بمنتال امانة. انت تدي الاربخ الراس اللي انت واخدهم. واخد بالك ادي كله واحد ماتش. ماتش. واخر ماتش. اللي تقسمه بين شبير وبين اجر وعدام. ام. تاخد بالك. عشان انت رايح تستفيد. اه في الماتشات ده كابتن النتائج مهمة? لأ. ام. بتاعة حسام بص انا امنية حياتي اعمل لنا تيم جديد. جيل جديد يا حسام. ام. يعني انت انت دلوقتي هو اعلن المحترفين. المحترفين. انت جايب احمد اجاز ليه ده حتى كمان بعد ماتش مبارح. ام. لأ مصيبة صودة. لأ كنت. لأ يتكرم بقى خلاص يا بقى. ما تعمل ليش كده. معلش كابتن يعني كلمة مصيبة مع نجم كبير زي احمد اجازي لأ برد. لأ مصيبة ان هو يضمه. اه ماشي. ان هو يضمه. لان هو المستوى ما انت شايف. انت انت راجل محترف ومخسر في رأيتك مبارح. ام. فانت يا عم تجربوه وكرموه هو وانني. هم هو الراجل بلعف الدوري السعودي. حبيبي مش قادر. وفي مدير فني. مش قادر. يعني اكيد شايف هو اه غيرنا. لا احنا بقى هنا. اه. مش عايزين الكلام ده. ام. انت في مطش موزنبيق احنا قدلنا الضغط والسكر. الواحدة برضو. لا يا الجوني التاني يا عم ما يبيعش نفسه ابدا اه فاروق. بس احنا اشلنا بفين مطش اللي بعديه. شئت انت كنت بتلعب حد. ما انت داخل فيك سبعة تجوية. ما انت شغان? داخل فيك سبعة تجوية انا اسكت. والله اسكت. احنا مش عايزين نتكلم احنا شكلنا ده احنا ما كسبناش فرق يا راجل. طيب. صلاح. الحقيقة مبارح. حديث عن صلاح. ان كابتل حسام صمم ان حطه في القيمة. انا معرفش طبعا الكواريس ايه? ممكن كابتل حسام حسن كان اصلا اعلن او خلاص كان هيعلن القيمة. قبل ما ليفربول يبعت الجواب الخاص بان هما بيرجوا اتحاده الكورنة هما يخش صلاح في المعسكر القادم عشان الاصلاح. صلاح بيلعب ولا مصاب? رد. على صوت السلام يا كبتل. صلاح بيلعب ولا مصاب? اه صلاح لا مصاب? هو لعب وبعد كده اعلن? لا. دلوقتي ما يسيبك ما لعب عشان يرجع اتصاب تاني. صح? انت دلوقتي في التوقيت الحالي اللي هو النهاردة مصاب ولا سليم? مصاب. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين. هيتعالج جناك احسن ولا هنا احسن? هيتعالج جناك. قد دي رقم اتنين. اه اصرارك يا احسام ان انت تجيبه. انت عايز تحرجه وتسلمه تسليم اهالي تاني للجماعير? طيب ممكن واحدة واحدة معك. ماشي. انا كاول معسكر ليه كمدير. مش هيلعب. مانا بقول لك اول. مش وجود صلاح عشان حتى الكلام اللي اتقال قبل كده ان تبقى انت بتقرب اللعيبة كلها. لا يا حبيبي صلاح برا. صلاح بالذات لان. لا يا حبيب قلبي. ان في مشكلة وفي صدامة يحصل. الكلام ده اسمع. الكلام ده لو بيلعب. انا اقول لك اه لازم يجي. حتى لو مش هتلعبه. مع ان انا هنا معاك قلت اول معسكر ده ما يدمش ولا واحد محترف. حصل? حصل. حصل لو ما حصلش. ماشي حصل. انت بتتمحك ليه فيهم بقى يا عم حسام. بتتمحك ليه في المحترفين. احنا عايزيناك تنجح. وعايزيناك تعمل لنا تيم جديد. ولعبة جديدة. هو ده اللي احنا بنقماله عشان ان انت السنة دي نوصل بك كاس عالم. يعني انت عندك دلوقتي تلت ماتشاط ان شاء الله بامر الله تاخد خيرة اللعيبة ما تجيب ليش وتقول لي اصل الخبرة ما انت ما خدتش نني. الخبرة انت ما خدتش طريق حامل. انت واخدت بالك يبقى ما اخدتش احمد حجازي لان انا عندي هنا ببطر لعبة احسن منه دلوقتي. لعبة اه لو لعبة ما تخافش يعني انت عندك اسر ابراهيم وعندك عم منهم. مصاب. ما هيرجع انت من هنا الغد شهر الستة. لأ انت انا بكنامك على الدورة الدولية كنت ان. يا عم خلاص بقى ايه طلع لي حد في عندك بارو محمدي وفي عندك بيك هم وفي عندك لو دورت هتلاقي. عش فيه في ناس اه. واخدت بالحضرتك فانت انت دلوقتي اعمل لي تيم عشان نقول احنا فعلا لازم نصبر على حسام عشان بيعمل لنا فرقة جديدة. خلاص الفرقة التانية دي خلاص راح اتبقى وراح ايام. صلاح كس مختلف يا كابتن. يا عم صلاح ده ميجيش. انا اللي بقول لك صلاح ميجيش. اه. انت يا حسام عايز تسلمه تاني تسليم اهالي ليه? الراجل مصاب. الراجل لو بيلعب ماشي. بس انا. طب لو لعب ماتشا كابتن في الايام القادمة. برضو ميجيش. ليه? انا عايزة اشوف الفرقة انا عايزة اشوف منتخب مصر بدون صلاح. مش احنا عمالين نقول منتخب صلاح منتخب صلاح منتخب صلاح. اه ده بقى شوية عم فاروق. لا بس نتفرق. لا. انت انت فرصة في معسكر زي ده. انت عارف انت ممكن ما تقابلش صلاحة غير في شهر ستة? طب ايه يعني? انا له ايه? واتكلم معه زي في ماتش بقى رسمي. دي مباراة. اتكلم معه في التليفون. هو صراح عايزة تجيب ان انت تعمل له تاكتك. انت هتجيب له تاكتك لصلاح. ايه عمل حقا? هتضحك على بعض. ما تخلي الطبق مصطوق. ما تخلي الطبق مصطوق. يعني كلا انت كلامك بقى متناقض ان فيتوريا يعمل تاكتك ليه بقى ايام ما كان. ما بقى كان بيعمل نيلة ولا تاكتك ولا نيلة ولا قرف. ما انا لازم اعملهم تاكتك يا خلص مجرد ما تقول له معلومات صغيرة خلاص. مش معلومات سيبه وهو هيكسر الدنيا. بس انت معك لعيبة بتعمل الشغل اللي انت هيلهم عليه. اه. اه. هو انا ده ده مفروض ان انا بقول لك احساب عشان تنجح. وتبقى وتد ان انت تعمل فرقة عشان حتى وانت بتكسب تنسي الناس صلاح. انت واخد بالك عشان ما يقولش منتخب صلاح. اه. انت فاهمني. تنسيه صلاح كلاعيب. ده اه. هو صلاح كده كده هو الواجهة بتاعتنا. بس انا بقول لك ايه. انت اعمل حاجة عشان نقول ايه. والله ده في امل. ده الفرقة كده لو لعبت. يبقى شكلنا حلو. وهنكسبوا الكلام ده. مبالك لما صلاح يجي بقى. يزودك طقل على الطقل اللي انت فيه. يبقى انت بقيت منتخب محترم. اه. بصلاح او منش من صلاح. او اجلا او اجلا ما انت في يوم الايام ما هتبقى من صلاح. بس انا بقول لك ايه. ان انا دلوقتي عملت توليفة. ان انا بلعب من غير صلاح. مبالك بقى لما صلاح يجي بقى. الا يفرق. مم. الدنيا تختلف ليه? لان انا عملت حلول في الملعب. مم. انا بروح للجون دلوقتي بدل ما كنا يبنروح في الاعياد والمواسم. لا انت هتروح كل خمس دقيق عجون. مم. يعني في خمسة واربعين دقيقة هت اضرب خمسة في تمانية واربعية خمسة في تسعة. تسعة مرات بتروح في الشوت الاولاني. ده بالميت. تمام. وقت بالك وتسعة مرات الشوت التاني يبقى تمنتاشر مرة. مش تعرف تجيب جونين تلاتة? مم. وقت بالك. تمام. لما هتجيب جونين تلاتة وصلاح مش معاك. اما اتبقى لو صلاح معاك وبتروح تمنتاشر مرة. هو دلوقتي ليفربول بيروح للجون كم مرة? مم. طول الماتش. احنا? لا ليفربول تمنتاشر مرة. عشان اشيرين مرة. عشان كده صلاح بيهدف. مم. انما انت مع فيتوريا كنا بنروح في في المواسم. مع اللابلي كان مين? كيروش. مم. احنا كنا بنلعب وراء. والكورة مسلا طويلة ويبقى خمسة عليه. ورغم كده كان بيجاهد لوحده ويدرب لوحده ويعدي لوحده. طبعا الكلام ده مش هياجه بالناس اللي هي اصلا مش حاسة صلاح. مخد بالك في ناس اصلا اعداله. احنا باكر السبكة الحسن حسن يبقى صلاح موجود ليه امنه يعني موجد. انا بقول لك اهو انا بقول لك اهو. اهو. اهو عايز يسلم وتسليم اهالي. ليه? اسمع الكلام اللي. هو دلوقتي يلعب على مصاب. بيلعب على مصاب. يا عم حسام سيبه. يتعالج ويجي لك جاز. يجي لك على تصفات كاس العالم. البطولة دي يا عم مش مهمة. مش عايزينها. احنا عايزينا بتعمل منتخب. اهو. نبدأ نتوسم فيه خير. يعني ما يقدرش يا كابت ان يعمل البرنامج الطبي والتأهيري بتاعه. مع المنتخب ويبقى موجود. كان عمله هنا ايام البطولة. لا بطولة دي. ما هو 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 الجهاز التب بتاع المنتخب. ولا تغير. تمام بس خلاصه بقى دلوقتي. خدوا الخبرة. خدوا الخبرة. ده ما كانوش عارفين يشخصوا الحالة. يا عم خلت طبق مستور لجل النبي. لجل النبي. يا عم حسام. فوقك من صلاح. وخليك دلوقتي في التيم اللي انت هتعمله. فكرة عدم اختيار النني دي برضو شايفها ازاي كده. لا هو لا النني ولا حجازي ولا طريق حامد خلاص اعمل تيم جديد بقى. اعمل لنا مع كل الاحترام ليه. بس اللي دي ما زال بلعف الارسنان. يا عم على عنا وعلى راسنا. اه. يعني. وعلى جباغنا من فوق. واحنا اعمل بقى منتخب جديد. ام. انسى بقى المنتخب اللي فده خالص. ام. مش احنا عملين يقول حسام. ام. وريني عم حسام بقى. طب هو ضم شريف ما ضم مش كوكة ما هو. برضو الرجل برضو غير اوه. غير في ايه. ضم محمد شريف ما ضم مش كوكة. طب مع كانت شريف قبل لغاية اخر مع اسكر كان بيجي. ام. ايه الجديد. كوكة. هل هيلعبه. لا سانة بس. هل هيلعبه على مصطفى محمد. فانا عشان كده كنت بقول ايه. المحترفين ما يجوش. عشان. ايوه. انت عنده. ما تقولش. ما تقولش. يا كابتن انا بقولك مش هشوف اللاعبة دي غير في شهر ستة على ماتش. يا عم مش همش مش هم اللاعبة معترفة. بوركينة فاسه كمان اللي هو المنافس بتاعك. هاتم قبليها واعمل في الاجندة ماتش. ماتش. وهات دي اللي هو قبل ماتش اللي هو بوركينة ده اعمل ماتش اللي هو البروفة الاخيرة عشان تلعب مع بوركينة. بس التلات ماتشات دولة تحسسنا ان فيه منتخب قوي انت بتعمله يا عم حسام دلوقت. ام. وفقك من صلاح انا بقول فقك من صلاح. وفقك من اللاعبة المحترفة كلها. وخليك في اللاعبة المحلية انت عندك في الحتة دي رمضان صبح ومصطفى فتحي ناحية الليفت. ام. صح? وعندك. رمضان يلعب? لا شوف بقى شوف شوف. يعني لا انت من نوجه. على ماتش مبارح يلعب. اه. على ماتش مبارح مكان كويس وعمل السرور الاولاني والاسست الاولاني. واخد بالك. ناحية التانية فيه مصطفى فتحي وفيه زيزو. واخد بالك فيه بقى يطلع لك بقى الفترة اللي جاي دي نصر ماهر على اه حد صنع العب مع افشق. واخد بالك اه تحت بقى شوف بقى غنام محمد دوت اللي هو بشوت من التمنتاشر للتمنتاشر ده. ولا انت بقى ما تعملش توازنات. يا حسام ما تعملش توازنات. احنا في تعملش توازنات. يا رب تاخد الفرقة كلها من النادي الاهلي. يا رب تاخد الفرقة كلها من سراميكا كلوباترة. واخد بالك انت دلوقتي خد اللاعيب اللي هو يفيدك. اللي هو واقف على رجله. اللي هو مش مهم للنادي ولا لون الفانيلا. عشان تنجح. وعشان تكسر الدنيا. وعشان نبقى في دهرك. ما تاخدش لعيبة الزمن عد عليها. انت 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 احنا يعني هنستحمل وهنصبر عليك عشان تعمل لنا تيم جديد. نسينا بقى الفترة اللي فاتت دي كلها. واخد بالك. والجيب المحترفين قبل المطش اللي هو. يبقى الدورة دي كابتن مش محتاج نتايج. خلاص. لا خالص. خالص. بس انت طلع لنا طلع لنا حد نقول نتوسم فيه خير. تمام. ماشي. انشان. انما هتجيب بقى اللاعيبة القديمة دي والكلام ده. واللعيبة المبطلة اللي انت انا سمعت هتضم كزا لعيب. لا. لسه ما فيش اه يعني قايمة راسمية اخيرة. اللهم بلغت. اللهم. بس اللي انت اسمعت انه. احنا لسه لسه ما ما عملش حاجة وبنهاجم اهو. مش بنهاجمه بننتقد. عشان الصالح العام. تمام عشان الناس كانوا يقول لك ان انت مش هتنتقده خالص اديك بتنتقده. لا يا عم ينسيبك الناس تقول لي ليه عايزها. وانا عايزه اقسم بالله عايزه ينجح. كلنا عايزين. لا انا انا بالزال لانه هو في حد كان في مصر كلها بيقول حسام حسن اللي انا. مم. وجلتوا طلعت قولوا عليها مجنون. لا ما هدش انا عليك. وربنا كانوا بيقولوا عليها مجنون. ورب الكعبة كان في ناس بتقول لي يا عم سو انت 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 تجنن مش هيجي مش هيجي مش هيجي. اه. ووفر مجهودك ده والضغطك ده وصحتك دي. ولما جه والله عايزه ما يغلط. وينجح. ان شاء الله. وانا اول واحد هبقى دماغي دي في السماء. تمام. لنجاح حسام حسن. حبيبي يا روق. ان شاء الله اتبقى دماغي في السماء. ونتطرق. يا رب. والله يا رب. ان شاء الله. شكرك يا كابت. حبيبي يا روق. شوكك الجمعة. احنا نشوك الله طالعيني اه اه اه. ان شاء الله مطش النهي. ان شاء الله مطش النهي. اه نكون اه. ان ما يوم الجمعة. معاي بطا. نبقى موجودين عشان ده مطش ما. اه طبعا. بس هالبقى نتطرق عليها هنا ساعة. ايه. نتطرق وهي الساعة كامل. اه للمطش ساعة سبعة تقريبا. سبعة. احنا نطلع بعد المطش على طول ولا بالليل عادي. بعد المطش على طول. ان شاء الله. لا والله. ان شاء الله. ده مطش على طبعا المهم. بشكرك يا كابت الرضا. حبيبي يا روق. بشكركم. ان شاء الله هنكون معكم في حلقة جديدة بكرة بأمر الاتسبوع على خير.